مرحبا زن سموان التي تعرضنا عليها اليوم الحد حول الموضوع نشترك فيه موضوع هذا اليوم سيكون حول ذرة يعني تذكيرنا بالماضي وتذكيرنا بالماضي وتذكيرنا بالماضي وتذكيرنا بالماضي وباستعمالاتها بالعائلات الحربية نبدأ السكوم السكوم بأنواع مختلفة لأنه عدد أنواع سيحدثوا عليها الأستاذ جمال ثم نقطة التلف اللي هي كذلك لنا فيها علاقة في الحديق وفي البسدين في مدينة الحربية إذن جمال مرحبا بك بفضل جمال كنا على السكوم الله فيك سيماندار واحنا نبدأ في البداية بقوله السكوم هو من المدين مدين حديثة الولاد من المدينة لقاعدة يعني قاعدين يزرعوا فيها ويصغروا فيها بل كانت سكوم كل جاري من غابات ويصوفوا بك على المدينة ونشوفوا الانتاج متاحة بس أكوموا بكله من جاي صوباج ولغابات احنا في تونس وقت بدينا في السبعينات زرعنا خمسين هتار في الفيضة زرعوا في أسيسة لغاية طولهم بشي تسفير بارك ليس بالعداد حتى على الانتاج وانسا لكن ما دخلتش بالعداد الضغط بتاع تونسي يستعملوا الاسبارش الاسبارش يشوفوا العربية يتصرف إلى مئتين سنف مئتين سنف منهم الابياد منهم الاختر اللي هو سكوم بقلو سنة مئتين سنف السكوم مقبل ما قدنا احنا من نباتات معمراء يتزرع زرع واللون يتعمل العام لولين وبعد تقدار التوريون بتاعه اللي هو اللي غريف اللي هي اللي راسين راسين يتزرعوا في البلاصة اللي بش نزع فيها اللي بش نزع فيها اللي بش نزع فيها السكوم اللي الانتاج يتصرف الانتاج اللي بتقش فيها مجدد أي سنحنرة مجدد والثانف عام والتي بإدار واقتن cambi وضخ ب stata من ثانف عام ما خلط كل 번 ضخ ما تجب من حال مجدد من المدد الزدال يتحب خطر التوارد يتقلوا بتاخد في التوارد في الواحد خطريز مكون انسان درينار فلماش فيه حركوض مياه وإلا عندما ترجعون الحاجة في المستقلية وكانت خمد الثلاثة في طرقة الماء ما يمشي فيها سعيد السحون الزدال التوارد طبيعي يبدو طبيعي يمشي مع نطار فنطار يجي معكا جالي الخفيل ما تكون ننتاج بتاوف في السنوات التي تحدثني أشياء حمل التوارد مرتباع فيها عديد خاصية في زراع التطار مثل زراع التزراع على 20-30 سم ملوت راسي بعد تقول يتخطي على 20 سم بعد تسكيلناها موقعي يدخل على خروج الشتاء في ديسان في تقريب جانفي تقول يتعمل البت باردع والباردع الذي هي المشي خاطي على التوارد وقت مجرد التسكيل بعد نشر شهر يتجد التعاوية فيه وليل باس بعد البريق وليت رجحها منبسطة وليت رجع وليت رجع وقام يجيب في الخروجتاء يرخب خريف في الدين الشتاء وليت رجعها باردع كبعا يعني البنك كنبيت عن مخاصية وهناك كنبيت لن يتعمل عن ممتع وتحكين قد ازل في عديد التقنيين اللي ينزل يحذرها واشا بسيطة وعلى فكتونس في التشغيل ومتشغيل وحتى في فلاحة وإستغلاب كما مشروع في الكثيرين على عشرين كتار يعمل ساكوم يقيم تقريب ١٠٠ مليون ويقولون تقولون مشكيشة غير ١٢٠ محدد هذا تقريب جمال لكن ما أحنا في تونس ما عمليش ريزيك توراداسيان اللي ديسكينيه تونيسان تونيسان وإذا كان تعمل ساكوم تونيسان شكراً بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله أشتركوا على نبتتين كما تم التعديم نبتت الاتفاف وأيضاً الساكوم وإلى الهليون نبدأوا معناتها بالهليون لاسباراكوز أوفيسي ماليس معناتها الداعي نبتتها موجودة من رؤو فيها من رؤو في تثبر تخرج لوارة بعد لوارة تولي ثمرة ثمرة حمرة كعبة صغيرة وتخرج بطبيعة الخوذر اللي نعرفوه مثل مطمتعات معناتها وبع القصوم آسف شخص نسباغاكوز، 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 أيضاً يسمى السكوم ولا نبات الشهوة النبات هذه تقريباً كما قال أنه فيه ثلاثة ألوان فما لخضر، فما لبيض، وفما أيضاً الموض وفما نفسج القربزي وإذا يختلف حسب فما الجاني، هذي كان كله فيه موجود والآخر يما تحت الطراب، هذي قال يولا يطعر من الشمس أبيض والآخر عنده صعود وقليلة مصير فيه، معناتها من فوتو سنتيز، يدخليه فيولي أكثر بالنسبة للأس بيرش، للهليون والسكوم، أفضل الإنتاجات، معناتها ديما بعد خمس سنين بلوغ الصجرة، لنتفضل أفضل معناتها بالنسبة للسكوم، تلقاهي بالكلمة معتها الجاني، لو نحن نحكيه عن جاني، لأنه بروسك، نحن في تورس معنا الجاني اللي هو الروكيئة، وقدامنا لديه، نحن يقع المشير له فما معناتها، هاليون هذي، البري والسكوم الجاني، يعيش، معناتها أول موجوده توجد في بحر الأبيض المتوسط، عرفوه الرومان منذ عصر القديمة، استزرعوه وأيضاً انتشار في خرنسا أن يدير أغيرو من البلدان أوروبا الغربية، يؤكد كما نعرفه، مثلاً أفضل أشياء، معناتها سرات ريتي برنابا جردو، معناتها عبارة يتيب البخار الماء، بشياء بعد الطريق، هذي بالنسبة للأخذر، للأبيئة التربعة، نشوف في نخم والأخذات عنهم وكل، بالنسبة للسكوم البراعة الصغيرة هي اللي تصلح بالأكل، يعني كي يتوصل اللي يتفتح ومتدور، معناتها تولي ما عادش تشين في معناتها، معناتها لازمها تكون ضرية وكل سنور ما عاش تبتكل، ما عاش فيها ملفعة كبيرة، فيها الحفظ البوليك، فيها فيتامين A، فيتامين C، B1، B2، B6، وفيتامين K، فيها غنية بالسعرات الحرارية، فيها أيضاً المغادرة الأكسادة كالعادة، فيها الماليزيوم، الزاق السيليوم، والأليف الطبيعية، والأمتيعين بالنسبة لفوائد السكوم الهليون، فوائد متعددة وجمع، وفيه المضادرة الأكسادة، تظهر أنه مضادرة السعراتات، تساعد أيها من الإنجاب، محسنة للمزاج، طاردة للبرغة، مدراً إفرازات الصفراء المرارة، تخضر مرارة بها ضد الاكتئاب، المرأة زيدة وقت دور الشهرية تعاونها، تخفف التشارجات، مدراً من حريفة المرضعان، مقاول أعلى الشيخوحة، مضاد للإنتهاب، مضاد الأكسادة، زيدة مفيد للقلب، مخفض بالسكري في الدم، مدراً للبور، يساعد للإنتباه، مقاول ونشط الجهاز الهضمي، قاتل البالكيريا الظارة في الأمعاء الباعدة، واقع التصلب الشرائيين، أيضاً يقيد من سكتات الدماغية، مخفض لمستوى ضد الدم، يخلص الجسم من الأبلاح الفائدة، فاتحة الشهية، منايد الباعدة، مقاول جنسي لكبار السن، مطهر مسارك البولية في الحصوات، مفتت للحصائر في كل يدين، منشط ومردب للجسم، مزيد لخصوبة المرأة، أيضاً مهدأ للأعصاب، مقاوم ومنشط دعاً جنسية عند الرجال، يزيد في البالي، منظم الكبت والأسانب، أيضاً يزيد في إنتاج القريات الحبراء، يساعد أيضاً في مقاومة العشاء الليلي، ضعف البصار عند الليل، منشط لمضوء الشعب، قاتل الفطريات، وتعالج ألم الأسنان، وأيضاً ضد الصداع المزمن، وبعض السرطانات والأوراق، كذلك هو جيد في التخلص من احتقال الكبد، يبنى النقرس، يساعد انتهاء في علاج انتهاب القلون، انتهاب انتحار، يقوي البصر، أيضاً يتخلص من ضيف النفس، وانتهاب الحمق واللثة، يعالج أربو، غير إكسيماء، هذا مستعبو في الإكسيماء، يعني كلبخة، يعني أعضاء القلون، يتخلص من رسل البور، ينشر الكليتين، مضادع عرق المسايا، يعالج ألم الظهر، يتخلص من الاستسقاء، يقوي المثانا، يعالج أروم التزم والألم المفاصل، يخلص من الإرحاق والتوتر العصبي، وأيضاً يمنع المرس، فيه السكومة ذي فيه الأسبارجين، أي لسين أسباركوسيك، مواد جيدة جداً، ولكنها يمكن أن يأكلها تؤدي إلى رائحة خاصة في البول والأعرق، معروفين المياه السكوم، يعني أولاً ريحة البول والأعرق، فيها ريحة خاصة لغناء بمواد الكبريتية، ومنعف الكبريت يعطي ريحة خاصة حتى يشوفوا كل مياه بحارة من دفقة، تلقى ريحة الكبريت فيها قوية، تقول شعنيها معلتها غرام، ريحة خائبة، أما هو معلتها حاجة طبيعية، الكبريت كما البخارة وغيره، ريحتهم قوية، بالنسبة أيضاً للسكوم، كما قلنا الأفضل أن يطبخ على البخار، تشمو معناتها بش نحافظ عليه أيضاً يطبخ في الماء مالح، مالح جداً حتى يحافظ على تكستيرو بتاعه، في الكريش، بالنسبة للناس بارش الأبيض، السكوم الأبيض يطيب في الماء والفارقة، والخل الأبيض بش يقرد صحيف وما يكحالش، بالنسبة أيضا للسكوم الأبيض، كما قلنا بش نحافظ عليه، يطبخ معلتها بعلاية أكثر من اللخذة، بالنسبة أيضا للسكوم، ينجم معلتها يكون نافع للأطفال والنساء، الحوامل أيضاً يمكن أكده، بالنسبة دولي التعديل النبتة الثانية، يمكن أن يكون هناك. يمكن أن يكون هناك دولي تقرير من اللحظة، وما ترون أن نكون هناك تعمل والنذي يجب. والنسبة دولة التعديل النبتة الثانية، من يمكن أن أتحدث عن سكوم، وحنا نحرف عليه كمنتوج يعني بمدينة النحاميمات ومن ناحية تاريخية ومن ناحية تقليدية كيفا كنا صغار نأكل السكون ومكانت خاصة ومكانت أنه يوم البرشة بطوبي وعلى أسف يوم الأكثر بطوبي زرت بحيث دواجده في النحاميمات أصبح بلاد جدا لكن انا نبكر فيه في المكانته حتى نحضره احنا كنا صغار أمي تقول لي هيا بقى نشي طابية نجي بنا سكون نتفرج فيها جهو فيه هو الشيء أما تصلت وقال ببخارك انت حتى يصبح ليل ثم بعد ينفس المغرفة والحاجة حتى يولي عجينة مقباع ندعم عجينة اللي مشيوه بفتر الصيفي بتاعنا وغير العظم تعمل بيه عجل العجل السكوب كانت في كل المنازل هي عجل سكوبة تحضر أن السكوب ينترد من الأليين ثم ينفس ثم يوضى مع العليسة ثم ببعض الأوقات العجل وإن كانت تحضرنا شوية ببعض الأوقات ولا يحضر بطريقة حضرية نوعا ما ولا يحضر يعني يتبخ عن تاريخ الخار وتضاف إليه المواد الفوايح وهي شوية خل وشوية خارس لا يحضر يتحضر كما صارت بذلك الخضع يموتين من غذيكة وفيه هذلة كبيرة ياسم حيث ذوم التاريقتين تقريب اللي بحامات تعودنا عليهم أما يتبخ بالعجل أو يتبخ هاكذا هذا في مخصص السعراء لذلك يكون على التاريخ التقريدية بمدينة الحالة بالفضل يا زيناس شكرا إذن كما معناتها نرجعون بالنسبة لك خاتمة لا تؤكل منها البارع نفتهمية ليهما بالنسبة لي إذن التفاف بصري لأنه نورتها شبه في فورمتها لأسناء من الأسد ومعناتها تسمى أيضا باللاتينية تاركسا كوم وتسمى بالعربية الترخش قون أو الهديباء الجبلية كذلك ورد في لسان العرب أنها تسمى أيضا أيضا في التحديد تسمى الترخش قوق أيضا بقل زهرها شد صفرة من الورس وقيل الشجر به وقال أبو حنيفة أيضا بقل من الأحرار مر على زهرة صفرة تشتهيها الإبل والغدم والخيم أيضا تعجب بها وتخضب عليها قال النابعة ووصف خيلا يتحلق ليعديد من أشداقها صفرا مداخرها من الجرجال فكرها يعني ما أعتبر أصل التاريخ بالنسبة للترخش قول بصفة عامة يستعمل كطاعات ويستعمل أوراق الصلاطات وكذلك الجذور كشيء وأيضا معنتها كمشروب المواد المافعة موجودة في الجذور والوراق كما قلنا متكون من الحديد السينيكول الماليزيون الزن والمنغليز فيه فيتامين A B والC والD فيه لتاركسا لسيسكويتربيل للاكتون لأو ديس ما إيدول والجرما كارني لوليد والأسيد فينوليك والأملاك المعدنية كالكولتاسيوم والكاليسيوم وتوجد في الأوراق العديد منها المواد النافعة كما الكومارينات والكاروفينوليك بالنسبة لفوائل الطرخ الشخول وإلا العديد أو التفيف فشيءها أو صلطة ورقها التي لم تظهر بعض والتي تكون نظيفة وغير نابدة في مناطق ملوثة فهي جيدة جدا في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل والنهاب الرئتين والنهاب الشعب الهوائية كما أنه يجب في حالات الانتهاب الجيوب الألفية سينيوسية تغيرها والأخشية المحاطية المبطلة للألف وأيضا حالات انتهاب الحجرة واللوزتين وأعرض البرد والأنفلوزة كما أن عشبة أبطال خشقول لديه قدرة كبيرة في علاج أمراض الذاكرة والزهايبة وأيضا إظهاره جيدة جدا لغنهاب الليسيتين والكولين فكواقع من الشرد الرعاش وتدعيم وظائف المختلفة كذلك الأفضل نبتان للكبد بحيث أنها تساعد على تخلصه من السموم وعلاج انتهام الكبد الوبائي وانتهام المرارة وكذلك كنغف للكبد من السموم بل أفضل ما يمكن إعطائه بوة والجرجير بين كبد وحتى الجنارية أفضل مفهما أيضا يستخدم الكفاف كمودير للبوش يقوي وطاق في الكلوة بالتالي يتخلص من السودين اللي يتكون في الأطراف الفاخ اللي يديه في الأطراف بالماء يتكون أضغط الدم وغيره المتفع أيضا الحليب اللي نجموا نخرجوه من العشبة هذه عندما نقطع الورقات والأحصار فإنه جيد جدا في علاج الثالوني الثالوني تجل تحط عليه كنحلي بداكة يكلها ويهريها أيضا احتواء على الانسيموليدات والجرماكرا دويدات فإنه يعانج عدوى المثالة يعني انتهاب المثالة وتعفونات متاحة فيساعدها حتى أفضل من بعض نظام تجل 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 كعلاجات الالتهاب المثالة والمجاري الدولية يعالج أبراظ اللي تحتاج لبوتاسيون كما انتباع ضغط الدم يعالج بكري وقت المنوجة ودامة حتى في الدب العربي ويستعملوا لبخة توضع على الثدية المتاهبة والمتعفة بعض النساء المرضعات فإنه جيد جدا الاتفاف جيد جدا في التهاب المفاصل ويسبب النقرص كنبخة تتحط على المفاصل وإنه أيضا مشروب جيد جدا في التهاب المفاصل مدرة للبول كما قلنا على الجذور جيدة جدا كمدرة للبول الرومانتيزم زيدا بمتازة ومثالة لبعض السرطانات فالإن كندا أخر الأبحاث تقول إنه المشروب تشيء العروق بعد غسلها وتنظيفها وتقطيعها وتشفيفها أو جعلها خضراء تبهي بعدها تغلى في الماء حقية ربع ساعة يعني الجذور يفسى وقاسية بالتاني تغلى تبقى أوراق صب عليها المسخول فقط إذن المشروب جيد جدا للسرطانات والرومانتيزم تعتبر زحلة التيف أيضا بالنسبة لمشروب الجذور فهو جيد جدا لمكافحة الإمساك وأيضا مساعدة الكابت وعملها الجيد وأيضا التعاون لمرأة بعد الولادة الأوراق صدر مشروب الداحة جيد جدا كما قلنا لسوء هذا بالنسبة للأوراق أو النوارة بتاع الانتفاف بسمينه بعض معناتها الكتوب ما تسمينه غربية بسمينه الساعة السويسرية لرعاة الغدر حيث أن تتفتح على دائما على الساعة الخامسة الصباحة وتغلق النوارة على الساعة بعد مغيب الشمس مباشرة وإذا معناتها تتحول إلى معناتها كتلة زغبية الزغبة 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 معناتها تقص ركح وتناثر تلك الشياطين فإنه دليل على نزول مطر في بضعة دقائق تلك الشياطين تقصد بالنسبة أيضا للتفاف فإنه جيد جدا في تقوية المرارة وإزالة الحصاوات منها لكن بعض المحاذير يستخدم أوراق التفاف بحضر أشخاص مصابين في الحصاوات الصفراوية وأيضا يستعمل بحضر أشخاص بحضر ماء وزيد برشاة يجب أن يهيجوا بعدها بحضر كل حليب يستعمل باعتداد وأيضا الماء يستعمل باعتداد ومنجر بعدها يؤثر فيهم سنبيا لكن بالنسبة للإستعمل باعتداد نحن لا يضر وأيضا تناول جذور لتناول أكثر من جذر في اليوم كمشروب لأنه زيادة لأنه يمكن أنتوا سبب شكرا على الإستبار يا رب النومي كت فاف لكنه فرجيل واحد يقوله نت متاعه حساسة جدا وترسل بسرعة وعندما يوصفه واحد يقوله أنت صعب كت فاف يعني دب الشعبي كت فاف يعني هو تكسو تكسر. ثم يخيوكم كذلك متاع الشعبي مياسي جمال كيفينه. بعد برحة خفيف ولكن احنا نتعودنا عليه سيدي عنده حاجة اخرى مرتبطة بها. هو اني ارد ان اكلك وخطنا متاحها هي تفين. يعني الدرجة اولى واني عنده واني عنده اردنا في الدار يمشي يجي يلوش مطعب يلوش بيه خافه. وربما ماك الحليب اللي فيها باعتبار انه لانه كثيرة انجاب. يعني هي تعرف واحد يقوله يقول كده يعني يجيب عشرة واثناعش واثتاش ردب وهي حشمة صغير. يجب يكون عندك مية من الحليب يعني كافية لكل اولادها. حيني ان ربما التفاف ينتظر الحليب بشكل سريع. تقريبا تقريبا تروف. حديث بلادها يواها بساعة مرة حديث بلادها بعد ببقى انه مقدر نعريب. ايش نولاهم العلم مش ندفو على الفاف. الشعيرات كنا نلعبوا بيهم اللي يسميهم الشيطان. ندفوهم بعضهم الكل وبعد ندفو فيهم. يبدو يطاير بصماع الجسام اللي لاروس يقول ضن كتب المنجد. اي لاروس. اي الصفحة الأولى بتاعه من النبدة التفاف وفيها الشعيرات. وهي متنافئة جسام وحطين عليها جسامات الموم. باعتبارها سهلة. اي ذلك يديك الزريع بتاعه يفق الريح تنتشر الأساحات كبيرة وكبيرة. والتكسونيرو بيقصدوا منه انه ما فيه ينتشر. وحتى اللقاءة فعيدة هذه اللي يرجع للديكسونيوم ناروس دولة أصفحة الأولى في نبتة الدفافة معنى النوارة الشايحة اللي وليت في شكل شعيرات إذن إن شاء الله نكون هيدا الحديث على نبتة وفويلها وخاصة أنها موجودة بكثرة عنها في مدينة حامات يعني في كل الحكايق وكل غاستين موجودة نبتة الدفاف والسينابي إن شاء الله يرجع مرة جاية للسينابي مرة جاية باعتبار سنان أمتار وخر شوية ونشخل وصي حمادي اللي عمل مجهود كبير باش نقاها الكمية هذه من السينابي إن شاء الله تسقط إن شاء الله تكثر تكثر الأمتار والسينابي توعدنا أن أسبوعين أو ثلاثة إن شاء الله رب يوزقنا بالأمتار وإذا كنت إتدى شوية ساكوم نعم وعيش ساكوم أو تبخى ساكوم أنا إن شاء الله أحنا أحنا الشيوخة في دمانها باشا أحنا أنتم الشباب والله هكذا كنت شركة بنيمش بخين الكمية بخين كيفي على كل حد توعدنا سينابي ها تعدنا سينابي الحرقة القادمة حرقة القادمة ها لا أحنا بكل ديك بقى جوامل تركينا بقى الله يسرق الحرقة القادمة نبيت اقترحنا على رمزي على رمزي يا رمزي يا أستاذ يا أستاذ اقترحت عليهم انا موضوع الفتن تباهي وجديه بالحديثين هو انه فهم الخطابة فهم الخطابة انا اراه انتباهي ان هناك فعلا نقص في التعبير مهما كان اقتصاص الكعب ومهما كان درجة علمية الكعب الاكثرية والاكثرية عندنا يريد ان يتحدث سواء كان في جمهور او في مدنسة او في كذا يجد صعوبة كبيرة بالتعبير على مردين معلومات والذي كانت العرب اشتهروا بالفصاحة والخطابة ما هو الفرط بين الخطابة وبين الفصاحة وأخيرا نبعث النادي في الجامعة التونسية لأول مرة في أول مرة بكلية العبو نالي للقلب للقلب و جاءت منه حركات انه من اشبوعه من الطلبة في اقتصاص الكعب يمكن كل طالب من هذا الحديث في موضوعه موضوع اردجالي لمدة 15 دقائق اردجالي يستطيع ان انت حتث فيه ما يريد وتقيم وتقيم انعباد هذا بمداء المرتكزات التي يعتقد عليها المرتكزات الكلي واللهي وشوشن قولك وفي الحقيقة والتحصن وحايا وحيث ومعناه ويبدأ يعرف المرتكزات وانا شحبه وخوري وانا شحبه وقوه المرتكزات هي التي تقيم معناها لا تقيم محتوى الحديث بل تقيم المرتكزات التي يستعملها من حديث ثم موضوع ذلك يقدمه في فترة زمنية تحدث بخمسة او عشرة دقائق حول معامل موضوع معين ولا هو محتوى ويتحدث في هذا الموضوع حسب اختياره ووفق المحتوى ويقيم حديثه بمداء جديد ومداء مفعول الحديث الذي مناوى وسهول الفهم عند الحظون عند المستمعين الآن اذا ما ترى واش مانا؟ لم تكن في مخياني انا مبيح انت مشكلة في بعضنا لم تكن حتى انا احب وركم ما اذا كان نعلم بادرة تنتقل هذه من البادرة او المبادرة الى اوصات اخرى ويستماح لها وتصبح موضوع حديث لانه فعلا من اشياء المؤسفة وانتم كلكم عايشين خاصة في القاوات التلفزية التي اصبحت عديدة متعددة ومشاربها مختلفة كي تشوف اشخاص ربما تكون لديك فكرة على لهم قيمة علمية او قيمة فكرية او قيمة رياضية عندما يتحدث عندما يتحدث تجد الشرق قدامك يسكن تماما لان في الحديث لا تنقى على شيء يمكن ان يفيد تضيع الفكرة عندما نبدأ على طريقة التقديم في الفكرة انا اذا كان مدرش باتنا نعمل في موضوع عام الى عندنا موضوع عام رحوان الناس لا اقتصاص رمزي يستطيع ايش اشتطامة و ايش شو فيه في كتاب الملاغة لانا في كتاب الملاغة كما الكتاب بصوكتاب الملاغة ما لا يجدنا اكبر شيء نحنا بالعملية بالعملية اكثر من هو التعريف مدعك. العملية لنا ما رأى هيتم مثلا أنا هيتم مبني ولاك مش يقولونه هيتم عند الخامس تقايا في ذلك. ايه تحكفلنا. ونقيموهم. ما فيها بس. هاو كان يكونوا. ها? تراو جمعا شو يقول لبانا ما عادا كما تقولون. هاو كان يقولون يا فرح. ايه. شكونوا. شكونوا يا فرح. لدي بيت. شعر. لدي بيت. لا. عيدوا لدي بيت. وقروروا يأتينا على فرن بلاغة. وفرن فصاحة. ثم ودوروا. ثم احنا بعد ذلك نقولوا. ورنة مش نعملوا. انا فيها ايه برون. محنش مش نحش مقولوا بعدها. احنا نحب انا ببني ولاك. اه زي حمالي يأخذ الميكرو ويتكلم ويعبر. تبني ولاك. عبر. عبر. عبر مش تعبر. عبر مش نعبر. انا نحب هدايا. انا نحب هدايا. اشوف اه سادة. انا نحب هدايا. شبتني مرأة. تكون قلت انا. بطفل ياهو صدا. حتى اللذي لا يعيد هذا موضوع احتمام. ويصبح نوعين دولة. ويحكي هاد. اي اي اي. اتو اه. شن الدولة. يا سيد سبيل. اه ننعب. اه داخل لكارديو برنزين. اي. لكارديو برنزين مع انسيال يبي. اه. واح. وقل له بالوداء. يعمله المقدمة العلمية حول فروم الفصاحة والخطارة. سيدين. بيكارديو برصور ال lawnي. حول في البطحات المسلمين. اتو كرد ان اتهمسن اي اي ما اخذم بيها وي jusquطير وى قم اين الجهدى يكلم ان شما بينك اقول ان اشوفوا колحازي بيها. ويوقع عنده صلاة ربما أولي يوقع في الجامعة سمعنا بيه ربما نرقاو نودي في المعاهد والنودي في المعاهد يعلموا التدبيب دروس وعلى أقل شوية تشوف ساعة ساعة تشوف تفرق شرعي مصري وقلوا يتكذف الناس يتفرق وقلوا أصبح الناس أو مواجهة الجمهور أصبح الدليل أحنا مشكلة تلقاه العرب كوي في الكلام في أساسه عنه أن يبعد الإنسان على الكلام البديم يعني الكلام البديم يأتي عندما يفقده الكلام السليم معنى الفرار هو الذي يجبه يجيبه ويحطه في الكلام البديم حيث الكلام البديم هو النتيجة مش كل شيء حتى فيها الأمل اللتيجة من ضعف في الكلام السليم شكرا سمحني بالله في الموضوع ذايا في السياق الموضوع ذايا إن شاء الله قدرت ربي نعطيه كل واحد كلمة يعطينا في موضوع معنى اختصاصه هو يعطينا معنى شكرا على الطائر مثلا جيش انت المحمد يقوله وحكيلي علشان على المعنص حكيلي علشان يحكيلك حمادي يحكيلي علشان السياحة حسو اختصاص انا قدت انتهيها في القدمة احكيك فيها فيها سوس الاسلام لأن السؤال قوي تقعدك بالثقافة العامة البسيط العاديد وموضوع الثاني يتعلق من اختصاص الشخص أو ميدان الشخص فابدي لو لا هي في الاختصاص طب يعطي حالا يقول لأخر حفر أبيار وكفاش حاجبنا كفاش بش يقدموا خلينا نسمحوه خلي هو يرتبك شوية ويغذب تروحه في شوية ويغذب شوية ونشيق معي شوية مقترح أخذ أن وزالك تولين أحسس تولين هذه نخذوها في الوليهية في حد ذاتها في القصة ثم نتقل فيما بحث أن في كل جنسة نكلف شخص أن يلخص لنا ما هي النقاط التي تحاول الحديث بسبب العامة في خمسة عامة هو الخدرة الحديث والخطارة كيف تقول بسبب البلاغة وهو قبلة الكلام وكثرة الفاية أو المعلومة أنا نجم شيء أتحسن أنها من ساعة أو ساعة مصر وفي هذا الحديث متعدد من جوانب ومتعدد من الإخلصات فهو يأكل خمس دقائق ومتعدد من اللقاط الرئيسية أو نتقل النقاط الجامعة بين كل ما طرم الحديث تعود على هذا وقلت أنا إن شاء الله إذا كان إذن ساعة ميلادي قد تخلص تنظر مع بعض الزياسيين أو مع الكلام يهتموا بهذا المنظم ونوديوه الخطار لا مش تكوينية هي أعطار ورقة لا 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 بلادي مش كون الخريفين بلاك الخريفين بلاك الشخص يخبرك مش مستعدل يليس كونك مختارة كحل الطاولة بلاك هلية عصر بلاك بتاعه هو حديث من الله العالم كنا في التكسر وعمل الخطار بقنا كده كذا هو معنا عدبتنا في ذلك كذا هو كنا نعتبر معنا شخصيا ماهي من كل موسيقى بي ونعرفوا عليها الفكرة إذا قبل ويجي حديدها عند الخطابة والفصاحة ثم خلي التصلي بيه مباشرة خلي التصليين أنت مباشرة مباشرة ده ده أعطون شخص مباشرة أسنعيش حديث روحة حديثاً توليه في الناس يقوم كفم شلاش أباسيك كدي فاسبا يطواملون تأتي منتي الساعة من جدك الساعة لكن عندك هجبة مش ترفض عليها هي موضوع بتاع ببنين ثلاثة أكاهم الأخذهم فما في مدينة ريتانسيون أخذهم بشكل قبيل في صلاحة ونعرفوا حد شيء ولذا أحيان شاهم في الناس وحن فلسلتها مباشرة تحيجة التي تركز عليها التي تتربيها وتتربيها وأن تتربيها وتكرار لغاية أول تتربيت ومربية شكل وقا شكل هو المال قادرة من المال المال ليس الجملة اللي فقرنا على سيئة ومشيكة على روح اه اتجابها الحديث مش قولي انا ها اي الحديث مش قولي نأتيكم الموضوع الاول اشتير فويل بتاعه فيها شوية يعني موقوفة فيها شوية امسيواء اي 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 في فرنسا وشتابها مستر ربزي امسي طفاؤ نأتيكم دكتور نأتيكم حاجة في المخصة عن موضوعي بان يحكي في جنال أن أهمية أن المستفى والحديث يكونوا جهيزاً ونافعاً ومؤثراً كنا نطلب عندما نريد أن يمؤتمرهم ولكن تقرير أدبي وتقرير مالي هو الحديث في هذا الموضوع تجي إجماع اللي حجدهم بيشنوصوا للتصويت تجيشون لعبوا رواحهم اللي يشكونوا مجمع الحضرين توقع الإطالة في الحديث، الإطالة في الحديث، الإطالة في المعديث وفي التكرار حتى يمنل الجمهور من حديث ذلك والذي غير مهدد في هذا الموضوع يغادر تقعه شون يبقى؟ يبقى اللي حجدهم بالتصويت عندما يقع التصويت تضطر أكثر بيها عندما بحيث متلقى فيها إذن مباركة طاو مباركة طاو فيكم الله شكراً شكراً